وحول هذه القضية ينضم إلينا من رمالة السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية وأحب بك معنا سيد إبراهيم الخارجية الفلسطينية دعت إلى تحرك وتحرك فوري من كل دول العالم بعد هذه التصريحات لنتنياهو كل ردود الفعل الآن سواء كانت عربية أو إسلامية أو حتى دولية كيف تجدونها؟ هذه المواقف الدولية تؤكد على عزلة نتنياهو وتمسك العالم بالقانون الدولي وأن نتنياهو لن يستطيع تمرير معتقداتها التي يعتنقها بالقضم والهضم وضم المستوطنات وقتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات وإلغاء حل الدولتين كل هذه السياسة الحمقاء التي يحاول نتنياهو تمريرها ويستجد الناخبين الإسرائيليين يقف على أبواب الناخبين يستجد أصواتهم لعلها تسعفه من مصير محتوم إذا ما فشل في الانتخابات لذلك فإن هذا خطاب التفويض الذي يطلبه نتنياهو هو يعكس قلقة من مصير محتوم ينتظره سيد إبراهيم بذكرك الانتخابات بعض الأصوات الإسرائيلية قيمت هذه التصريحات بأنها لضم الأصوات وليس لضم الأراضي في الضفة الغربية أنتم كيف تقيمون هذه التصريحات؟ صحيح هذه ورقة انتخابية ومثل ما قال يعلون بأن نتنياهو مر وقته وانتهى وهو يحاول أن يسعى إلى فرد سيادة ولو على القمر إذا كان ذلك من شأنه أن يعيده ويتويجه ملكا على عرش إسرائيل هو يغالب همومه ويحاول في ربع الساعة الأخير استجداء الناخبين لإنقاذه من مصير محتوم هذه ورقة انتخابية موضع إدانة من قبل العالم باعتبارها خرق للشرعية الدولية طيب مع هذه الإدانات وردود الفعل الرافضة لهذه التصريحات كيف ستتحركون أنتم سيد إبراهيم؟ بداية الرد كان من سيادة الرئيس محمود عباس الليلة الماضية بأن جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما تتضمنه من التزامات ستكون في حكم المنتهية في حال أقدم نتنياهو على حماقته بضم أجزاء من الغور والبحر الميت أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية هذا تقويض لعملية السلام هذا اعتداء على الشرعية الدولية وعلى العالم أن يسارع إلى لجم شهوة التوسع لدى نتنياهو تلك الشهوة التي تستبدبه مستفيدا من شعوره بالإفلات من العقاب ما الذي ستفعلونه؟ هل ستحركون الأمور قضائيا ودوليا؟ ما الذي سيحدث في قادم الأيام بخصوص هذه التطورات التي وصفت بالخطيرة؟ بالتأكيد نحن نعمل بجميع الاتجاهات على الأرض هناك مواصلة العمل على الأرض في جميع الأراضي الفلسطينية في كل بيت وحارة وشارع يتواجد الشعب الفلسطيني الحكومة تقوم بعمليات التنمية والتوسيع واستصلاح الأراضي وتقديم الأراضي الحكومية للمواطنين لزراعتها وتشجيرها واستصلاحها تقوم بعمليات تنمية في جميع الأراضي الفلسطينية لا تعترف بالتقسيمات الإسرائيلية التي يتكئ عليها نتنياهو لمصادرة المزيد من الأرض لبناء المستوطنات وبالجهة الجانب الآخر سيكون هذا الموضوع في خطاب السيد الرئيس في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليضع العالم أمام خطورة هذا الذي يمارسه نتنياهو مستفيدا من غطاء أمريكي كامل بممارسة الاستيطان قوة نتنياهو فائد القوة لدى نتنياهو هي نقطة ضعف لديه لأنه يمارس العربدة في الإقليم بالطائرات المسيرة ويمارس البلطجة السياسية في فلسطين بالتغول الاستيطاني فائد القوة العمياء لدى نتنياهو وغرور هذه القوة سينعكس سلبا على الإسرائيليين ويجب عليهم العدم السماح له بممارسة هذا الذي يمارسه والذي سينعكس عليهم بالدمار لأنه يشكل عملية تدمير لعملية السلام تقويض لجهود العالم ببناء سلام عادل وشامل يقيم الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 على العالم أن يتدخل للجم شهوة القوة وفائد القوة العمياء التي تغري نتنياهو بالمزيد من البلطجة في الإقليم وفي فلسطين للأسف الوقت انتهى تماما أسكرك جزيلا سيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية كنت ضيفنا من رمالله